أريد تتكلم على الدفاع النادي الأهلي الشكل الدفاع النادي الأهلي دائماً بتلاقي الأخطاب تتكرر كريم ممكن نهاردة شوفنا الهدف اللي تم إلغاؤه علماً الأفراد كويسين على مستوى الفردية لا محمد آني عام المبارد كويس عبد المانع رامي ربيعة في أوقات بيحصل نوع من أنواع السرحان ممكن خاصة عن درامي ربيعة فكورات العالية اللي بتيجي في العمك فكورات العرضية رامي ربيعة أفضل تقييم في مباراة اليوم ورامي ربيعة كان أفضل تقييم في المباراة اليفاتي أنا بأتكلم في اللقطة اللي تم إلغاؤه لو كان الكرة دي داخل الجون كان الغلط كله كان موجود عن درامي بعض التحركات ممكن هو شال واحدة بعديها الغلط كله بيبقى إجمال على كل اللعيبة اللي موجودة في خطة ادفاع النادي الأهلي هو أنا عازر مارس الكولار إنه مش قادر يصلح الأخطاء يقوله ما عندهش متسع من الوقت أن يعمل كده رجل بيلعب كل 3 ايام أو كل 4 ايام مباراة الثاني حاجة غياب لعيب واحد من أهم اللعيبة اللي كانت موجودة في خطة ادفاع النادي الأهلي هو ياسر إبراهيم اللي كان وصل في مرحلة اللي احنا قلنا عليه هنا إنه عدى محمد عبد المنعم في موضوع طيب وريني بقى ايه مشكلة في الدفاع النهاردة وإيه حلولها الحلول بالنسبة لي إن يكون فيه وقفة للدفاع في كرات السابتة بشكل أفضل من كده لا تمسك ماني إما تتحرك مع الكرة بشكل جيد ما يبقاش بنشوف العشوائية اللي احنا بنشوفها في دفاع النادي الأهلي خاصة في الكرات السابتة اللي الأهلي عنا منا حتى على المستوى المحلي كل هدف الاستقبلة في الدوري أو حتى على المستوى الإفريقي كل كرة السابتة بتيجي لمنافس النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي بيحطوا إيده على قلبه وبيبقى خايف إنه كرة تخش جون ممكن بشوف حركة بتبقى فاق سنة عشوائية من لعب النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء لازم يحصل نوع من أنواع الترتيب في الجزاء دي هيا